أقول يا أستاذ بيلال وشي قاعدت تسوي أنت؟ الله يطول بعمرك قاعد أكتب مهارات وسائل طرق ساعدني في الشرح للطلاب هذا الله يعينا عليهم وأنا ما عطيتك ألا عطيتني عطيتني الله يعطيك العافية استخدمها وطبقها تراها ممتازة وأنا ما أعطيك عصارة خبرتي هذه عصارة خبرتي نعم شفت بص صدقي يا كده بص صدقي يعني الصراحة طيك العافية الله يعافية بس أنها ما عجبتني شلال 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 ما عجبتك أنت تقول ما عجبتك هذه خبرة 24 سنة مدي 24 سنة تقول ما عجبتك أبو صالح الطرق اللي أنت تستخدمها يعني كديمة بدائية ما تصلحني أنا معلش لا حلم تتطور يا الدنيا قديمة بدائية بلا عليك يا سيد ناصر بلا عليك أمرك تلوخ مني حاجة وقلت لك لا لا ما قد سويتها يا أبو صالح يعجب كلام رد علي قلت أنتو شفيكم صوتكم طالع ورجل وكبار ما شاء الله تبارك الرحمن وصوتكم مرتفعة هالربع هدوا شفيكم في سالبة أقولك عطيتها تعبي وجهدي ومجانا من غير ولا ريال فإنه يقول لي قديمة يبغى لها بعض التعدين وعدين أنت يا بلال ما تقدر اللي يشتغل معك ويتعب عشانك علمك أقولك يا أبو صالح أنت عطيتني إياها شكرا ما قصرت ودعيتها لك ما ننسبتني مو غصب يا أخي بعد بعد يا أبو صالح ما ننسبتها يا أخي بعد سمعتوا شيقول يقول شكرا بكل وقاحة وبيكل ده يقولي شكرا بكل وقاحة شكرا اشتبغاني أقولك يعني يا أخي لا تقعدتمون علينا الشغل اللي عطيتني إياه ما نسبني أنا مادة علوم وأنت مادتك وطريقتك ما نسبتني يا أخي سمعتها 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 سمعتوا شيقول أنا صراحة كلامكم ده ما أدري وين بيودينا فيه ولا منها أي فائدة الحين أنت صالحة ولا أشوف لكم حل اسمع علمي يتعداك ويتعداك ويتعداك هنت وساد ناصر معك بعد لا عاد تطلبوا مني حاجة ولا راح أعطيكم من خبرتي ولا راح أعطيكم أي حاجة من شغلي وأنا أشهد ما عادين يطالب مني حاجة ولا يطالب منكم حاجة فأكوني من شركم واسمع أنت 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 أسمع أبو صالح ترى من اليوم محترم فارق السن وساكت لكن بما أنها وصلت لكذا لا يا حبيبي خلي مورك لك وخلي مساعدتك لك مستغنيين أقطعها الله أكبر الله أكبر قوة شوكك قوة عظمك يمديت واللام سي والحين أنا وليتي الوعد قدامنا ولا أعطي مني حاجة ولا أتكلمي ولا أكلمك على أكس شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة اشتركوا في القناة